خطوة جديدة في مسار تقارب الفرقاء الليبيين تحظى بترحيب الأمم المتحدة المستشرة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عبرت عن ترحيبها الشديد بنعقاد الاجتماع الثاني بين رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحداد والمكلف بمهام القائد العام للقوات الليبية عبد الرازق الناظوري وجدت ويليامز تأكيد دعم الأمم المتحدة لكل جهود توحيد المؤسسة العسكرية الاجتماع الذي يعد الثاني خلال أقل من شهر بحث ملف الترتيبات لترحيل دفعة من المسلحين الأجانب والتغلب على محاولات إفشار توحيد المؤسسة العسكرية إلى جانب سبل تفكيك الميليشيات المسلحة غربية البلاد وتأمين الحدود الليبية البحرية والجوية والبرية فضلا عن القضاء على مسارات التهريب والهجرة غير الشرعية الدعم الأممي لجهود التقارب العسكري رفقته دعوة لاحترام إرادة مليونين وخمسمائة ألف ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية وأشارت ويليامز خلال اجتماعها بالكتلة النسائية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الجدول الزمني الذي يمتد حتى يونيو من هذا العام والمنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار ولا إن تشير تصريحات ويليامز إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تصر على أن يونيو المقبل هو الموعد الأقصى لتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات فإن الجدل لا يزال قائما بشأن ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى أولا أم البرلمانية؟ أم أنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متزامن؟ ترجمة نانسي قنقر